ففي مدينة شرم الشيخ أجرت مفادة التلفزيون المصرية ريهام الديب لقاء حصري مع الدكتورة غادة ولي مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات وذلك على هامش أعمال قمة المناخ قب 27 مشاركة دولية واسعة في مؤتمر قب 27 للمناخ وذلك على أرض مصر مصر التي تصطديف هذا المؤتمر البالغ الأهمية وتحديدا في مدينة السلام مدينة شرم الشيخ المدينة الخضراء هذه المدينة التي أصبحت بالفعل نموذج أمام العالم أجمع كي أنها صديقة للبيئة بكل ما تحمل الكلمة من معنى من المساحات الخضراء المنزرعة من استخدام الطاقة النظيفة في النقل وفي كل مناحي الحياة هنا في مدينة شرم الشيخ هذا المؤتمر الذي يكتسب أهمية كبيرة باعتباره مؤتمر التنفيذ لكل المفاوضات والوعود التي سبق وأن وردت في مؤتمرات المناخ السابقة نتعرف أكثر على أهمية انعقاد هذا المؤتمر على أرض مصر وكيف أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على أن هذا المؤتمر سيكون نقطة تحول جذرية وذلك من خلال النتائج التي سوف يتم تنفيذها على أرض الواقع من خلال تشريف دكتور غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة دكتور غادة حضرتك مشرفانة يا فندم على شاشة التنال أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك دكتور غادة والي زي ما ذكرنا الحياة المؤتمر بيكتسب أهمية كبيرة جدا وأنا عايزة أبدأ الحياة من تصريحات السيد الرئيس أن هذا المؤتمر بينعقد في توقيت بالغ الحساسية أزمات اقتصادية سياسية بيعاني منها العالم أجمع تداعيات كورونا تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية قراءتك لهذه الظروف التي ينعقد فيها مؤتمر المناخ هنا على أرض مصر يعني طبعا أن هذه الظروف جعلت من هذا المؤتمر مؤتمر شديد الأهمية وشديد الحساسية لأننا في توقيت العالم بيعاني منه من أزمات اقتصادية ومن تضخم غير مسبوك من طباطه اقتصادي غير مسبوك سواء بسبب الجائحة أو بسبب الأزمات السياسية إلا حضرتك أشارت إليها وفي نفس الوقت العالم بيواجه أزمة وجودية اللي كنا بنتكلم عنه منذ سنوات على أنه خطر بيهدد العالم واتكلم عنه العلماء واتكلم عنه بعض السياسيين بعض الناس تقلل من هذا الخطر بعض الناس مش مصدقاء أصبح حقيقة واقعة لأننا النهاردة بنشهد مثلا في القرن الأفريقي أكبر جفاف منذ 50 عام بنشهد في باكستان تلت البلد بلد ضخمة زي باكستان تلتها متغطي بمياه الفيضانات والسيول شايفين نايجيريا بتعاني من فيضانات وسيول شايفين مخاطر ارتفاع سطح البحر على الشواطئ مخاطر اختفاء بعض الجزر تقتفي تماما تحت مياه سطح البحر أوروبا بتواجه جفاف وارتفاح في درجات الحرارة لم تراها منذ عقود وبالتالي أصبحت أزمة المناخ أزمة وجودية بتهدد وجود البشر على الكرة الأرضية وبتهدد الناس في أرزقهم قدت إلى نزوح جماعي يعني أفريقيا بتشهد نزوح وتحرك لأكثر من 700 مليون مواطن أفريقي بعدا عن جفاف ما فيش أماكن للرعي أو فيضانات سيول ما فيش برضو أماكن لكسب العيش صحيح ارتباطا بالحضرتك دكرتي الحقيقة السيد الرئيس النهاردة على السوشيل ميزيا يعني مواقع التواصل الاجتماعي ذكر أنه العالم بيواجه المخاطر كثيرة جدا مخاطر بتستلزم أنه إحنا لابد أن نتحرك بمنتهى السرعة لتنفيذ خارطة الطريق وضع خارطة الطريق وتنفيذها من أجل إنقاذ البشرية والعالم أجمع من وجهة نظرك دكتور غادة يعني ما هي أبرز ملامح خارطة الطريق هل إلزام الدول المتسببة في هذه الانبعاثات الضارة وهذا التلوث البيئي المتسبب في الأثار طبعا السلبية لتغير المناخ بالوعود التي التزمت بها من قبل أم ما هي الأليات من أجل إنفاذ خارطة طريق لإنقاذ العالم بالكامل شوفي الدول الأطراف في الاتفاقيات هي دول بتوقيحها على هذه الاتفاقيات وبموافقتها على أجندة المؤتمر وموافقتها على الإعلان النهائي للمؤتمر اللي هيصدر عن المؤتمر بتتضمن هذه الإعلانات التزامات هذه الالتزامات بتكتب بشكل بحيث بيدي مساحة للتحرك للدول صعب إنك تلزمي الدول ولكن هناك الحقيقة جهود حفيثة بتبدل في هذا المؤتمر وتوجه إيجابي جدا بنحيي الدولة المصرية عليه وبنحيي الدول التي تفاوضت في الأيام السابقة للخروج بهذه الأجندة إن فيه إشارة واضحة إلى أهمية التحول من الأقوال إلى الأفعال إلى أهمية أن تتيح الدول الغنية إلى الدول الأقال دخلا التمويل اللازم للتحول إلى الاقتصاد المستدام والاقتصاد الدائري فكرة التخفيف من المخاطر فكرة الحد من الأثار المناخية لابد أن تتحول فاتورة هذه التحولات الدول الأكثر حظا الدول الصناعية التي حققت التنمية وكان لها نصيب الأكبر في التسبب في هذه المشكلة ولكن في دول أخرى في أفريقيا مثلا وخليني أقولك أن أفريقيا من الدول التي كانت مساهمتها هي الأقل في مسألة التلوث ولكنها الأكثر تضرورا هنا أتصور أن السيد الرئيس بيشير إلى أهمية التمويل إتاحة تمويل رخيص، إتاحة تمويل مناسب إتاحة تمويل من خلال المؤسسات الدولية من خلال البنوك الخاصة، مؤسسات التمويل العامة والخاصة إلى الدول حتى تتحول إلى الطاقة النظيفة تتحول إلى جهود التخفيف وجهود التعامل مع الأثار دي المهم جدا كمان أنه مش بس التمويل ولكن أيضا التكنولوجيا إتاحة التكنولوجيا بأسعار مناسبة حتى تستطيع الدول الأفريقية والدول النامية والاقتصاديات الناشئة اللي بتعاني أيضا من الأزمة الاقتصادية أن تتحول إلى البيئة النظيفة أو الطاقة النظيفة بالتأكيد مصر كان لها الكثير من الجهود والمبادرات قبل انعقاد هذا المؤتمر يعني كل أجهزة الدولة كانت كخليط نحل الحقيقة دكتور غادة قبل انعقاد هذا المؤتمر بفترة طويلة جدا لعمل الكثير من المبادرات للعمل على الحد من الأثار السلبية لتغير المناخ إلى أي مدى استطاعت هذه المبادرات أن تسهم بشكل كبير جدا في مواجهة هذه الأثار السلبية أو الحد منها أو عملية التكيف حتى مع بعض تدعيتها يعني الحقيقة مصر بعلها سنة بتشتغل على الإعداد لهذا المؤتمر وفيه جهود في كل الوزارات صحيح ومن قبل كده الحقيقة مصر لها استراتيجية للطاقة هذه الاستراتيجية فيها مكون مهم بيعتمد على الطاقة النظيفة وعلى الطاقة الشمسية وكلنا شاهدنا محطة بنبان اللي أقيمت في أسوان وهي أكبر محطة لإتاحة الطاقة الشمسية في العالم ده جهد من جهد الدولة المصرية في أنه مصادر الطاقة تنوعها وأنها تعتمد على الطاقة الشمسية أنا عارف أيضا أنه فيه جهود للتحول إلى طاقة الرياح وعارف أنه في هذا المؤتمر فيه أيضا اتفاقيات هتوقع لمبادرات للهايدروجين والهايدروجين الأخضر دي جهود في مجال الطاقة ولكن هناك أيضا جهود أخرى لحد من التلوث من خلال مثلا تدوير مياه الصرف الزراعي ومصر لها باع كثير في إعادة استخدام المياه وتدوير المياه عموما كل دولة حتى خطة وطنية وهذه الخطة الوطنية بيتم تحديدها سنويا وبتقدم للأمم المتحدة كل الدول ابتدت تتنبه أن مسألة تغيرات المناخية هي مسألة وجودية زي ما قلت لحضرتك وأنه لابد من الاستثمار في التنمية المستدامة والاستثمار في المستقبل من خلال الحد من التلوث حماية التنوع البيولوجي والتعامل مع قضايا تغير المناخ نعم في نفس الإطارة لحضرتك دكرتها أيضا دكتور غادة والي النهاردة الحياة تبعنا طبعا تصريحات وزير الخارجية سامح شكري رئيس مؤتمر كاب 27 اللي ذكر أن هذا المؤتمر هيكون محطة فارقة أمام العالم بأسري لأنه مؤتمر التنفيذ وأنا عايزة أتوقف مع حضرتك عند هذا المسمى أنه هو مؤتمر للتنفيذ وهو ما يكسبه أهمية كبيرة جدا من وقت نظرك إزاي من الممكن بالفعل أن يتم تفعيل كل ما تم من قرارات مسبقة ومن مفاوضات في القمم السابقة ووعود التزمت بها الكثير من الدول أنه يتم إلزمها بالفعل بهذه الوعود وأنه ما يكونش مجرد مفاوضات ولكن تكون قرارات فورية وعجلة ومصيرية تنقذ البشرية بالكامل هنا على أرض مصر يعني إحنا بنتمنى أن يستجيب الرؤساء والزعماء اللي هيكونوا متواجدين على أرض شرم الشيخ في اليومين القادمين في قمة الزعماء إلى هذه المطالبات من الدول النامية وهي حقوق ومطالبات بحقوق والحقيقة العدالة بتتطلب أنه الدول الغنية والدول الصناعية والدول التي سهمت في التلاوت وفي تغير المناخ أن يكون لها دور فاعل في تقديم التكنولوجيا وتقديم التمويل إزاي ده بيتحقق من خلال تضافر أصوات الدول مع بعض وشوفنا يمكن أول خطوة إيجابية النهاردة في كلمة السيد الوزير سامح شكري لما أشار إلى أن الأجندة التي تم الاتفاق عليها هتتضمن تمويل يعني تمويل الحماية والتكيف والتخفيف وأيضا الخسائر والأضرار فكرة تمويل الحد من الخسائر والأضرار دي فكرة جديدة فكرة مهمة نتمنى أن الدول تتبناها وتوجه لها التمويل اللازم بداية المشكلة بتكون أو بداية الحل لأي مشكلة بيكون من خلال إيجاد وعي على مستوى المجتمع وعلى مستوى العالم هنا بنشوف العالم كله في شرم الشيخ بنشوف دول العالم بتجتمع في مصر بنشوف 165 دولة بنشوف 3000 جمعية أهلية بيمثلها 10,000 مشارك لما يكون عندك 1500 فعالية على مدى الأسبوعين القادمين وعندك 3000 جمعية أهلية بتشارك في هذه الفعاليات وعندك مجتمع مدني صاحي وصوته عالي وعندك حكومات ورؤساء حكومات وعندك مطالبات بيرتفع صوتها بأن تتحمل الدول الغنية تكلفة التكيف تكلفة التخفيف تكلفة الحد من الآثار أتصور أن هذا الضغط وهذا التعاون الدولي ويعني تنبه الدول كلها أن المسألة أصبحت وجودية وأن لها تأثير على الدول الغنية والدول الفقيرة على السواء كل ده بدينا أمل أن يكون هذا المؤتمر فعلا مؤتمر فيه تحول ومؤتمر فيه توجه حقيقي نحو التنفيذ ومؤتمر يعني الأفعال وليس الأقوال زي ما السيد الرئيس أشار دكتور غادة سيادتك فندم المدير التنفيذ المكتب الأمم المتحدة المخدرات والجريمة ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة مساهمت المكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة في هذا المؤتمر ومدى اهتمامه بقضايا البيئة والحد من التلوث البيئي طبعا بشكل أساسي؟ أنا أدخلت ثلاث قضايا مهمة جدا وبركز عليها في المرحلة القادمة كجزء من استراتيجية جديدة للمكتب ثلاث قضايا دي عبارة عن الجرائم ضد البيئة التي تؤثر على المناخ والبيئة والتنوع البيولوجي الجرائم التي تبتصل بتهريب الأثار والموجودات الثقافية والجرائم السيبرانية الجرائم على الإنترنت دول ثلاث موضوعات إحنا بنتوسع فيهم في مكتبنا ومن هنا جاءت مشاركتنا في هذا المؤتمر لأول مرة بشكل مكثر كنا بنحضر المؤتمرات السابقة لكن المراجي إحنا بنقود فعاليات مهمة بنطلق أوراق بحسية بنطلق كتاب للطفل لتوعية الطفل حول التنوع البيولوجي وبنطلق في اتنين فعالية مبادرات وبرامج وبنتكلم عن تهريب البلاستيك تهريب النفايات الخطرة تلويث المحيطات والمصايد الأسماك بالنفايات التعامل مع قضية التصحر التعامل مع الجرائم التي تؤثر على البيئة قطع الغابات الاعتداء على الحياة البرية إزاي هذه الجرائم التي تؤثر على البيئة والموجهة ضد البيئة بتؤدي إلى التأثير على المناخ بشكل سلبي التأثير على التنوع البيولوجي وبالتالي هذه الجرائم عابرة للحدود بتشترك فيها تنظيمات إجرامية بتؤدي إلى مكاسب كبيرة جدا إذا قلنا إن تجارة العاج في أفريقيا لوحدها قدرها حوالي 400 مليون دولار في السنة وبالتالي فيه جماعات منظمة مهتمة بالاعتداء على الأفيال وقضاء على التنوع البيولوجي والإتجار في العاج فدي جريمة بتتم في أفريقيا بيتم نقلها عابرة للحدود وبالتالي فيه فساد عابرة للحدود وأيضا بيتم استقبالها في دول مستقبلة لهذه الممنوعات أصبحت جريمة منظمة وجريمة عابرة للحدود نعم، دكتور جدا والي ختامي طبعا في حواري مع حضرتك تتوقعي من هذا المؤتمر اللي بيشهد زخم ليس فقط محليا ولكن زخم دولي واسع النطاق على جميع المستويات يعني حتى على المستوى الحكومي وعلى المستوى حتى منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص على جميع المستويات وحتى من خلال المشاركة الدولية واسعة المدى الحقيقة في هذا المؤتمر المتوقع من وجهة نظرك قرارات فاعلة ملزمة للدول التي لم تنفذ وعودها من قبل أم ما هي التوقعات الخاصة بحضرتك فيما يتعلق بنتائج هذا المؤتمر هناك نتائج كثيرة متوقعة هناك نتائج على المستوى الوطني هناك نتائج نقدر نشوفها من قبل ما المؤتمر يبتدي أنا شايف استثمار كبير في البنية التحتية في شرم الشيخ هذا الاستثمار ممتد ما بعد المؤتمر هيكون فيه توعية بقضايا البيئة والمناخ بحكم ان المؤتمر بيحصل في مصر للمجتمع المصري وللعالم كله يعني موضوع المناخ والتكيف والأثر على البيئة هو موضوع الساعة لمدة أسبوعين كل وكالات الأنباء بتغطيه ففيه فيه زيادة في الوعي العام فيه شعور بالمسئولية ناحية الكرة الأرضية وناحية الحقيقة قضايا المناخ فزيادة الوعي قضية مهمة الاستثمار في البنية التحتية البنية التكنولوجية علشان اللايف ستريمينج اللي حاصل علشان الدول دي كلها تتواجد هنا طبعا فيه تأكيد لقدرات مصر التنظيمية الكبيرة لتنظيم هذا الحدث العالمي قدراتنا على تأمين هذا الحدث العالمي قدراتنا على ان احنا نؤهل البنية التحتية لاستقبال المزيد من المؤتمرات دي كلها نتائج إيجابية هتتحقق ولكن النتائج الأهم والأكبر هي طبعا القرارات اللي هتطلع فيه إعلان شرم الشيخ أو إعلان الكوب 27 اللي مفروض يجي السكرتير العام في آخر المؤتمر يعني هو بكرة هيفتتح المؤتمر ولكن هيرجع تاني في آخر المؤتمر للإعلان اللي هتتوافق عليه الدول هذا الإعلام نتوقع ونتمنى أن يتضمن التزامات بتمويل مهم بمبادرات مهمة دولية تتبنيها الدول الكبرى الدول الصناعية الكبرى الدول المهتمة سواء في إيطاح التمويل مناسب سعره رخيص أو في إيطاح التكنولوجيا للدول الأكثر تضرورا والأقل دخلا أشكر حضرتك شكرا جزيلا شاركينا على شاشة التلفزيون المصري شكرا لحضرتك ومشاهدين مازلنا معكم لحظة فيه متابعة لكل ما يتعلق بفعليات مؤتمر تغير المناخ بوب 27 والذي تصطديفه مدينة شرم الشيخ هنا على أرض مصر والذي يشهد مشاركة دولية واسعة النطاق في هذا المؤتمر الذي يعرف بمؤتمر التنفيذ